السلام عليكم ورحبا بكم ناس الجياس كاتو جرم أخبار شبيب القبائل تصريحات يزيد ياريشان الأخيرة رهنا أضركم عليها دلونا لايك وابوني في القناة وتركونا تعليق على هذه التصريحات يزيد ياريشان أقول لكل من ينتظر استقالة أحلام سعيدة والملعب الجديد أخرج العديد من الفيران من جحورها ياريشان لدي مسؤولية ودين تجاه أنصار شبيب القبائل ولن أخون الثقة التي وضعوها في شخصي والشبيب أمانا في رقابتي ياريشان نحن نعمل كل ما بيسعنا لإيجاد حل للمخرج الذي فيه الفريق الآن ترقنا عدة أبواب أين تلقينا وعود ننتظر تجزيدها على الأمر الواقع ياريشان لن أترك الفريق لأي كان خاصة أداء الفريق الذين تسببوا فيما وصل إليه اليوم ياريشان أنا مساعد لكل الحلول التي تطرح والتي تصوب في مصرحة الفريق ولست ضد رفع الكابيطال أو فتحه ولست ضد قدوم أي شخص لديه الإمكانيات التي تسمح له بمساعدة الفريق ياريشان أنا مانيش طعمة ندي سونتين من شبيب القبائل وإن كنت اليوم متواجد في رئاس الفريق فذلك لأنني أردت أن أخدم من قلبي وأساعد بالنهوض بالفريق حبا له وأنا مناصر قبل أن أكون رئيسا ياريشان عدو أنصار شبيب القبائل أن يواصلوا في مساند الفريق مثل ما فعلوه دائما وأعيدهم بأننا سنفعل المستحيل لكي يأود الفريق لاستكاة الصحيحة لكم التعليق على هذه التصريحات أنا الشرين نعلق فيه ونهضر فيه أنه قال راني مع فتح الكابيطال إن أردتم ذلك وراني مانيش كونتر الأشخاص لو يجي واحد يقدم الإضافة وكاب بابل ويقدر يساعد الفريق ويخرجهم من الأزمة هذه ويعاون على المحنة هذه ويخرج الشبيبة من هذه النكسة يعني نقدرون نقولها نكسة كبيرة ما أحبش تخلص بالمعنى قالكم بل ما وشدد هذا الأشخاص ولماذ الإضافة له المساعدة وله الحرية هذا ما قاله ياريشان في تصريحاته الأخيرة لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق على ما قاله ياريشان واشتراكم في هذه التصريحات مع فيديو جديد وأخبار جديدة للشبيبة سلام خاوتي